السلام عليكم ورحمة الله مع الشرح الجديد علام دون التعليم الجاني في سنتعرف على كيفية توسيع الـ UFI الـ Partition الخاص بالـ System ولماذا؟ قد تحتاج إلى توسيعاتي في حالة ما يظهر الترقية من نسخة إلى نسخة أو من نظام إلى نظام وتظهر لك رسالة تقول لك أنه ليس هناك مساحة كافية في قرص نظام C مع أن هناك مساحة كافية في قرص نظام C أو تريد أن تثبت ماكين توش أو لينيكس بجانب الويندوز ويقول لك ليس هناك مساحة كافية أو تجد مشاكل عندما تريد أن تثبت نظام بجانب نظام فغالباً تكون المشاكل أن الـ UFI أو الـ Partition الخاص به أو الـ Partition System Partition UFI أنه يجب أن يتم توسيعاته لتوسيعاتي ساتي إلى خانة البحث في الويندوز أكتب فيها Disk Management خانة البحث في الويندوز ثم أكتب فيها كما تلاحظ معك الآن في الشاشة Disk Management أو إدارة الأقراس أو مدير الأقراس ثم بعدها ستأتي إلى الـ Partition هذا هو EFI System Partition هذا غالباً غالباً يكون مساحته 100 ميجابايت يكون محفوظ فيه ملفات CSTM Recovery ملفات الـ BitLocker كلها لا علاقة يتم حفظها هناك الآن كيف سنقوم بتوسيعاته بدون أن نفرمت بدون أن نفرمت ودون أن نفقد نظام سنأتي إلى قرص نظام C سننقر عليه بزر الفئر الأيمن ثم نختار Shrink Volume أو تقليص وحدة التخزين ثم هنا في Enter the amount of space to shrink ستدخل 1024 1024 تسوي 1 جيجابايت بالضبط يعني بتدقيق ستكتب هنا 1024 ثم بعدها سوف تختار من الأسفل من هنا Shrink أو تقليص وسينشئ لك قرص جديد حجمه أو مساحته 1 جيجابايت وهذا هو القرص الذي سوف ننشئ فيه ونجعله هو A5 Partition أو System Partition الجديد الخاص بEFI إذن بعد ذلك سوف نقفل هذه النفذة نتجي إلى خانة البحث في الويندوز نكتب فيها CMD أو موجه الأوامر ننقر عليه بزر الفئر الأيمن ثم Run as Administrator أو تشغيل كمسؤول ثم هنا ركز معي في هذا الأوامر في خانة البحث ستكتب Disk Part ثم تنقر على Enter من لحة المفاتيح بعدها هنا ستكتب List Disk حتى يعرض لك قائمة الأقراص الموجودة على الحاسوب إذن List Disk هذه الأقراص أنا عندي إثنان عندي إثنان Hard Disk قد تكون هناك فلاشة موصولة ستظهر قد يكون هناك Partition خارجي سيظهر على كل حال كيف سأعرف رقم الآن نحتاج إلى رقم Partition الذي نعمل عليه الذي أنشأنا فيه الذي فيه l-AFI والذي أنشأنا فيه Partition جديد كيف سندخل إليه؟ سنذهب مرة أخرى إلى Disk Management أو إلى مدير الأقراص بنفس الطريقة التي فتحنا بها قبل قليل ثم بعد ذلك سوف تلاحظ هنا لاحظ معي أن القرص الذي أريد أن أنشئه هو موجود في الـ Disk رقم واحد إذن سأختار هنا رقم واحد إذن سأقول له Select Select ثم أمامه بعد ذلك كما تلاحظ Select Disk One أنت قد يكون ديسك زيرو أو واحد أو اثنان يجب أن تغير بحسب رقم الـ Disk الذي وجدته سيقول لك أنه تم اختياره بنجاح ستأتي هنا وتكتب List Partition حتى يعطينا قائمة الأقسام الموجودة على الـ Hard ستلاحظون أن الـ Partition الجديد الذي أنشأناه لم تتم قراءته بعد ولم يظهر بعد لا مشكلة في ذلك الآن سننتقل إلى كيفية إنشائه كيفية إنشائه سننقر على Create سنكتب Create أو إنشاء الذي هي Create Create Partition ثم بعدها سنكتب EFI ثم سيقول لنا أنه Succeeded in creating the specified partition ثم إنشائه بنجاح بعدها سنكتب سنفرمطه إذن سنكتب Format ثم فراغ ثم بعدها Quick يعني سفرمط سريع ثم فراغ هنا F S ثم فراغ ثم equal أو تساوي وأمامها سنكتب فات 32 ثم بعدها سننقر على إنتر من لوحة المفاتيح حتى نفرمط هذا الـ Partition الإيف آي الجديد الذي أنشأناه تم تفرمطه بنجاح كما تلاحظ بعدها سنعمل له Assign حتى يعني يصبح يعني مربوط بهذا النظام إذن Assign letter أو نعطيه يعني letter أو حرف معين إذن Assign letter ثم equal ثم هنا لاحظ معي حرف P أنت ستعطيه أي حرف آخر أو تعطيه حتى حرف P شرطة اللي يكون هذا الحرف معطى لـ Partition آخر على CST مثل D والC والE إذا كان عندك مثلا C, D, A, X ستعطيه مثلا Y أو B أو F أو أي حرف آخر سيقول لك أنه تمت العملية بنجاح بعدها سنكتب الآن list ثم volumes list volume أمامها volume وننقر على Enter من لوحة المفاتيح لنرى يعني الموجودة عندنا هنا لاحظوا معي جيدا هذا هو الجديد الذي هو P الذي هو EFI والذي سيصبح هو System Partition الجديد بدل System Partition الذي كان حجمه فقط 100 ميجابايت إذن بعد أن ننتهي من هذه الخطوة ننتقل إلى الخطوة الموالية حتى فقط نتأكد نكتب هنا list partition تأكد أنك تقوم معي بنفس هذه الخطوات هنا list partition ثم بعدها Enter من لوحة المفاتيح ولاحظوا هذا هو Partition وستجد أمامه وال CSTM الآن أصبح من CSTM يعني من ملفات النظام وملفات ال CSTM لاحظوا أننا هنا تقريبا انتهينا من كل هذه الخطوات بقي لدينا أمر واحد مهم إذن الآن دعونا نسجل الخروج من disk part إذن أكتب هنا exit ثم سجل الخروج ثم يبقى فقط فاتح فقط خرجنا من أمر disk part سننتقل إلى أمر جديد هذا الأمر مهم جدا وهو الذي سينهي العملية إذن الأمر الجديد وهو BCD boot ثم فراغ وتأكد أن تكتبه بشكل صحيح ثم C نقطة رأسية ثم slash backward slash إلى الخلف ثم windows ثم فراغ هنا فراغ بعدها فراغ ثم slash forward slash إلى الأمام ثم بعد أن تكتب بهذه الطريقة بعدها ستنتقل إلى تكمل هذا الأمر ستكتب S مباشرة ثم تعطيه فراغ ثم هنا P P هو نفس الحرف الذي أعطيته للpartition أنت قد ستغيره إذا لم تعطيه P ستغير تكتب الحرف الآخر ثم نقطة رأسية ثم فراغ ثم slash forward ثم F ثم فراغ وتكتب UEFI بهذه الطريقة الcapital أو الحرف الكبيرة تكتبها كبيرة الحرف الصغيرة تكتبها صغيرة ثم تنقل على enter ويجب أن يقول لك successfully أو succeed أو أنه تمت العملية بنجاح إذا أظهر لك أي error أو أي خطأ في العملية لم تتم بنجاح إذن نرى هنا إذا لاحظوا then boot file successfully created إذن الملفات خاصة بالboot بالsystem partition أو أو EFI partition system أو system الخاص بالpartition الجديد تم إنشاؤها بنجاح إذن في البوت أدخل الملفات أنشأنا بنجاح الآن انتهينا ولم يعود أي شيء إلى القيام به الآن كل ما عليك فعله هو أنك تعمل restart أو إعادة تشغيل للكمبيوتر الخاص بك إذن الآن من المفترض أنك تتم عملية restart إذن هنا ثم restart ونعود لكم لكي نتم الشرح إذن عدنا لكم بعض من جديد الآن سنذهب لكي نرى ما الذي حدث هل تم إنشاء الpartition الجديد وكيف حجمها الحجمه فعلا 100 ميجا بايت أما أنه أصبح 1 جيجا بايت وما الذي سنفعله بالpartition القديم إذن سنأتي disk management نفتحها كي نرى إذن هذا هو القديم 100 ميجا بايت لاحظ معي EFI system partition وهذا هو system partition الجديد الذي حجمه 1 جيجا بايت الآن سيصبح تثبيت الأنظمة الموازية الصراع الترقية لن تجد مشكلة في أنه ليس هناك مساحة كافية معها وفر المساحة الآن سيقول لي ما الذي سأفعله بالpartition القديم الذي حجمه 100 ميجا بايت بإمكانك تركه في مكانه لا مشكلة أو بإمكانك فرماتته وإرجاعه إلى C عمل ريسايز له ودمجه مع C أو أي شيء تقوم به هنا الpartition الحديد هذا لا نقترب منه لأننا الآن سيصبح هو active والذي هو في البوت كذلك الأول الذي فيه 100 ميجا بايت فهو active ويعمل في البوت ولكن سوف نقوم بفرماتته فرماتته إذن هذا هو active ولكن ليس في البوت إذن ستنقر عليه بزر الفقر الأيمن ثم تعمل له format أو تعمل له delete أو يعني عندك مجموعة من الخيارات إما delete ويصبح allocated ثم تأتي وتنقر على قرص نظام C وتعمل له يعني دمج معه أو أنك تفرمته وتنشئه كpartition جديد على النظام يعني عندك مجموعة كثيرة من الخيارات لكي تقوم بها عن طريق هذا البرنامج الذي هو يعني الميني تول Partition Wizard الذي بإمكانك كما قلت أن تعمل به إما أنك تعمل له format وتقوم باستعماله كقرص أساسي بعد أن تختار له format تختار من الأعلى apply حتى يفعل تغييرات ولاحد هذا أو أنك تقوم كما قلت بدمجه إذا أمكنت أن تتمكن من دمجه مع قرص نظام C تقريبا كان هذا ويعني كل شيء اليوم أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيدا لكم شكرا على المتابعتكم لا تنسوا الاشتراك تفعيل زر الجرس للإطلاق الجديد للإشعارات اليومية إلى اللقاء قادم بإن الله والسلام عليكم ورحمة الله